أكثر من خمسين حماراً ضبطتهم الرقابة الصحية في الجانب الأيمن من الموصل مع جهاز الأمن الوطني والشرطة وذلك بعد معلومات وردت إليهم عن خان يتم ذبح الحمير فيه جتنا معلومة من قبل أحد المواطنين بوجود متجرة لذبح الحمير وبناء على المكالم الهاتفية من قبل أحد المواطنين في منطقة بابسينجار قمنا بجولة تفتيشية في منطقة بابسينجار منطقة التبانة قرب مغبرة الإنجليز وجدنا ما يقال بالخمسين أجلكم الله حمير وقسم من الحمير فارسا لم يؤثر على أدوات للذبح وبعد التحقيق مع صاحب الخان قال أنه يقوم بجمعها ويشتريها منه بعض الأشخاص من المحافظات الجنوبية وقالوهم أنها تباع هناك لأصحاب معامل الطابوق قمنا بالتفتيش وقمنا بالتفتيش الخانات ومن ضمنها ضبطنا 50 أجلكم الله حمار من ضمنها أكثر من حيوان متفسخ ومحروق داخل الخان قمنا باتخاذ الإجراءات القانونية والرسمية بحق الخان سألنا أبو الخان ليش هذه الحمير عندكم متفسخة ومحروقة قال بالنسبة لنا هي مرضى وتموت وقم نحرقها فهذه دلالة على أثار جريمة يعني سابقا وليس بالجديد لأنها أثار قديمة وبحسب الكلام الذي قاله من يشتري هذه الحمير فإن عددها في المحافظات الجنوبية قد أصبح قليلا بصورة كبيرة مما جبرهم للبحث عنها في شمال البلاد هذا وتقول الرقابة أنها كثفت الحملات بهذا الاتجاه لملاحقة ضعاف النفوس الذين يخلطون لحوم الحمير مع لحوم الأبقار ويبيعونها للمطاعم من الموصل محمود الجماس قناة التغيير